مرحبا معكم رسالة معلمنا بوليس الرسول إلى أهل رمية سعى 8 رمية 8 عدد 28 بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قبضه لأن الذين طبق فعرفهم سبق تعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو ذكرا بين إخوة كثيرين ولذين سبق تعينهم في هؤلاء دعاهم أيضا ولذين دعاهم في هؤلاء بررهم أيضا ولذين بررهم في هؤلاء مجدهم أيضا مجدل الثالث القدوسية في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها أو بلدنا كلها بتمر بيها بيحتاج الواحد يعني عايز حد يشدده أو يساعده أو يخليه قوي في وقت ما الناس كلها بعيدة في الأيام ليه طب أنا أعمل إيه يعني وسط كل الظروف الصعبة أعمل إيه يقول للرسول قال كلام جميل أو يقول نحن نعلم يعني إحنا عادي فيه ومحدش يقدر يقول كلمة نحن نعلم غير ليكون جرب بمعنى إيه لو حضرتك بتكتاف أو بتمشي في موضوع وفيه مشكلة موجودة وبعدين مشكلة دي تحلت بس الطريقة مش على مزاجك يعني تحلت أو مش كلمة على مزاجك يعني يعني ما كنتش متوقع نيه بتحل بطريقة دي فحضرتك بتبقى مفاجأ إنه إزاي تحلت فبتاخد خبرة إن ربنا يعرف يحل مشاكل أنت ما تعرفش تحلها ولو شن ربنا من الدنيا ربما الدنيا دي تبقى خرابة أو حاجة وحشة جدا يعني نسنا للناس لو الناس قاعدت تصلي وتطلب ربنا ربما ربنا يرشد الأطباء لحل سريع زي مثلا الكورونافيروس عايزة أقول إنه يعني أبولوس الرسول بيقول إحنا عارفين نحن نعلم يعني ده زي واحد عنده خبرة زي مثلا واحد ماشي السكة وبعدين حصل إنه طريق صعب فاللي راكب جنب بيقوله يا عمد ده طريق صعب بقوله لا مهن ماشي أنا بروح المشوار ده كتير قوي وعارف إنه هنوصل ما تخافش إنت خايف عشان ده أول مرة تيجي فبما الكتاب يقول نحن نعلم يعني إحنا عارفين عارفين إيه؟ أن كل الأشياء تعمل معا للخير يعني إيه كل الأشياء تعمل معا للخير جاءت حضراك شايف مشكلة ومشكلة ساعت ناس كده بيوت كده تحصل فيها من شكل كتير بابا تعبان مش عارف أخويا حصل له إيه وده المشاكل جيد جام ببعض وتقول إيه ده إيه اللي الواحد عايش شيدا فربنا يرد علينا برد جميل قوي يقولك إيه؟ يقولك إنه عارف كل الحاجات دي اللي انت شايفها مشاكل لما تحطاها مع بعض تخرج منها حاجة كويش هاديكم مسأل يعني كان أريد قصة جميلة عارفيني الشيف اللي هو اللي بيعمل أكل في المطبخ أو في القندق الشيف ده مش مميز حاجة مميز حاجة اللي بسموها السوسس اللي هي الحاجات اللي بيتحط على الأكل يعني لحمة ده بتاكل لحمة في أي حتى خضار بتاكل خضار في أي حتى بس يقولك المطعم ده فيه فليبر كده غريب شوية بده بقى ديه تميز عند الشيف نفسه العارف يعمل الأكل بالطريقة دي طيب يقوله عن واحد عظيم جدا وشاطر جدا في أمريكا عمل إيه؟ عمل أكل حلو جدا فرحو سألوه أنت بتعمل أكل ده حلو إزاي؟ قال لهم بالصراح أنا تعلمت من الماما ماما كانت تحط بواي الأسجن بأدونس أقدر موجود أكلنا من شوية وصلنا لبقى في التلاجة بيض أكلنا شوية وصلنا في التلاجة حتة فرخة يعني بقيا من في التلاجة ماما داني يوم تروح أطعمهم في حلة وحط عليهم شوية خل وتقعد تغلي فيهم 3-4-5 شاعات وبعدين يطلع حاجة طعمها واو يعني فقال لنا تعلمت من ماما كده بواي الأكل كلها حطها مع بعض واغليها بس سوعة تعمل كده يعني الـ 8 عوام متعملش كده الشيو ده شاطة بس انت متعملش كده وبعدين يحملها وبعدين تطلع طعمها جميلة تحط على اللحمة على الفراخ على الخضار يطلع طعم رائع جدا ايه علاقته بالله انا بقوله لو انا مثلا كلت اللي بقدونش لوحده طعم وحش اللي بايت في التلاجة كلت ضيط بايت في التلاجة فراخ بايتها في التلاجة لكن لما اتخلطوا مع بعض طلع طعم رائع جدا وكأن ربنا بقول نحن نعلم مش شيء بس كل الاشياء تعمل معا للخير اللذين يحبون الله يعني لو انت عندك الاحساس ده او الشعور ده او الامان ده ان تتصق في ربنا جدا انه مفيش حاجة بعمله غلط خالص احنا بنعمل غلطات كتيرة لكن ربنا مش بيغلط ربنا مش بيغلط ويصح في نفسك ممكن طبعا مسألة مات مثلا بتحلها وبعدين غلطت في النتيجة او في الكساب او في اي معادلة وبعدين بتقول اصل انا دي ما اتبهاش مزبوط ربنا ما عندوش ده ما بيغلطش احنا بنغلط ربنا ما بيغلطش عشان كده بقول نحن نعلم احنا عابتين ان كل الاشياء مع بعض تعمل مع اللي الخير يعمله خير والخير ده يعني انت ما تتصورش بقى ان زي حاجة شكلها وحش وطرقتها وحشة تطلع خير زي مثلا اما جات الكورونا مثلا كورونا فيروس ناس كتيرة زعلت جدا طيارات وقفت جامعات وقفت مدارس وقفت سياحة وقفت شغله وقف لكن لكن الكورونا فيروس عملت حاجات جميلة جدا جدا في البيوت خلت البت يرجع تاني خلت الطبيعة تبقى اجمل خلت يعني الدنيا تهدث الناس يرجعوا حساباتهم الدول تفكر من جديد بلاش توقف تحارب خلي تعمل حاجات طبية تساعد بها شعبات امريكا مثلا المتقدمة علميا بيتم يموت عندهم اكتر من يعني عدد رهيب ومصابين اكتر من مليون واحد ويقولك دي امريكا العظمى وعندهم امكانيات ايطاليا اللي عندهم امكانيات فرنسا اللي عندهم امكانيات طب ايه اللي فايدة من الكورونا الشخص اللي شاطر ونحن نعلم حتى لو دي ده فيروس وانه حاجة مضرة لكن ربنا بيطلع منه حاجة جميلة نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل مع الناس وكأنه بقى انا عندي يقين انه لما تحصل اشكلة في حياتي ابقى متأكد انه ربنا تطلع منه حاجة كويسة طب مين بيفهم كده مش كل الناس من غير مدد انا من جواب دك انا خدنا ايه من كورونا كورونا دي عطلت لنا شغل لنا وخلتنا البطل نتفسح ونسافر ونروح وليجي لكن واحد تاني بيبص تاني يقول ايه بتعمل معه الخير لنوعية بس من البشر او الفهم عن نوعية او الفهم عن نوعية هم اخدين بالهم كويسة قوي انه الموضوع ده ربنا عامل للمسؤول دي وبعد اشكال دي وطريقة دي لكن الشخص الحلو اللي بيفكر شايف ربنا بيدخل في كل امور الحياة ربنا عنده امكانية حتى لو دشر حتى لو ده حاجة وحشة ربنا احاولها حاجة جميلة جدا جدا شامسون قال مثل حلو قوي حاجة شاركو بيه شامسون في العاد القديم قال كده فزورة للناس وقال لهم انا عايز اقول لكم حاجة ازاي حاجة بتاكل زي الاسد يطلع منها حاجة حلوة ازاي الاسد ده تاكل منه حاجة حلوة يقول من الاكل اللي بياكل المفترس من الاكل خرج اوكس ومن الجافي حلاوي فزورة الناس ما عايزش يحلوها في ايام شامسون وكأن ربنا اقول لك دي فزورة تعرف تحلها او ربنا بيعرف يدي طعم جميل لحاجة مش طعمها مش حالة عندنا في مصر انت تفاكرين طبعا في مثل عندنا في مصر يقول لك فولندا يعمل من فسيخ سرباط تعلمين المثل ده يقول لك فولندا يعمل من الفسيخ عارف رهة الفسيخ الروتة الفسيخ اللي طعمه وحس يطلع منه حاجة حلوة ازاي واحد يعمل من فسيخ سرباط سرباط اللي هو زيد جوس وكده عصير وطعمه حلو ازاي يعني فيه واحد يقدر يعمل كده ولا بصر في مصر ولا واحد من البصر في مصر عمل من فسيخ سرباط لكن المسيح اللي انا عمل حاجات جميلة جدا ساكله كسير لكنه طلع منه طعم جنيل جدا 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 اشتركوا في القناة